مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رصدت صحف أجنبية اشتداد وطيرة القصف وحجم الدمار الذي يشبه ما لحق بالمدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية هل تذكرون الدمار الهائل الذي حل بمدينة دريزن الألمانية جراء قصف وحشي أمريكي خلال الحرب العالمية الثانية ضد هتلر؟ استذكرون حتما تلك الصور باللونين الأبيض والأسود للمدينة ومحل ببناياتها وشوارعها من دمار لم يغب تقريبا عن أي عملية لتأريخ أحداث الحرب العالمية الثانية لكن الدمار الذي لحق بشمال غزة في أقل من سبعة أسابيع فقط يساوي محل من دمار بمدن ألمانية على مدار سنوات الحرب العالمية الثانية تلك خلاصة تقديرات نشرتها صحيفة فينانشل تايمز البريطانية نقلا عن تحليل للبيانات وأراء خبراء عسكريين سيدرج قطاع غزة ضمن المناطق التي تعرضت لأعنف حملات القصف المكثف التي عرفها التاريخ كما يؤكد المؤرخ العسكري الأمريكي روبرت بيب تعالوا نشاهد هذه المقارنة اللافتة بحسب تقرير الفينانشل تايمز تسبب قصف الحلفاء لـ 61 مدينة الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية إلى تدمير ما يقارب من نصف المناطق الحضرية بينما دمرت آلة الحرب الإسرائيلية خلال فترة وجيزة أكثر من 68% من شمال مدينة غزة ومناطقها الحضرية السبب الرئيس لهذا الدمار الهائل في قطاع غزة هو طبيعة الذخائر التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامي نتنياهو أنه لا يحتاج سوى شيء واحد الذخائر والذخائر والذخائر تنقل في نانشل تايمز عن أساتذة الأمن العالمي في قلية بلافتنيك للإدارة الحكومية بجامعة أكسفورد قولها إنه من اللافت للنظر أن عدد المرات التي تمكن فيها الجيش الإسرائيلي من الحصول على قنابل تزن الفيرطل خلال حملته العسكرية الحالية على غزة كما يصف مارك جارلاسكو المستشار العسكري لمنظمة باكس الهولندية ومحلل الاستخبارات السابق في البنتاجون يصف آثار تلك الذخائر المستخدمة بالقول إن قوة هذه القنابل المعززة بنظام تحديد المواقع العالمي الذي يحولها مفروض لقنابل ذكية أو ما يسمى بذخائر الهجوم المباشر المشترك هائلة للغاية اشتركوا في القناة